رجل ثقل عليه الدين وعجز عن أدائه وكثر المطالبون بديونهم فذهب إلى تاجر واستدان منه هذا المبلغ على أن يقوم بسداده بعد عام ثم ذهب وأعطى الديون لأصحابها مرت الأيام حتى جاء موعد سداد الدين والرجل لا يملك شيئا وجاء التاجر صاحب المال يطلب ماله وعندما لم يجد مع الرجل أي أموال ذهب وشكاه للقاضي فحكم القاضي على الرجل بالسجن حتى يسدد دينه فقال الرجل للقاضي أمهلني إلى الغد حتى أخبر زوجتي وأبنائي فلا ينشغل علي فقال القاضي للرجل وما الضمان أنك ستعود غدا قال الرجل ضماني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إن خيار عباد الله الموفون المطيبون فإن لم أرجع فاشهد علي في الدنيا والآخرة أني لست من أمة محمد قدر القاضي الصالح هذا الضمان وترك الرجل يذهب إلى أهله وهناك أخبر زوجته بالخبر فقالت لزوجها بما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ضمانك عند القاضي فتعال نصلي عليه لعل الله يفرج عنا ببركته وجلس الرجل وزوجته يصلون كعادتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غلبهم النوم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وإذا بالرجل يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ويقول له إذا كان الصباح فاذهب إلى الوالي وأقرئه مني السلام وقل له رسول الله يطلب منك أن تسدد عني الدين فإن سألك عن علامة صدقك فقل له أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة ألف مرة والبارحة أخطأت في عدها وهو يبشرك بأنها قد وصلت كاملة فلما استيقظ الرجل أسرع إلى الوالي وأخبره بما رآه في منامه فقال الوالي صدقت ثم بكى وأعطاه ما عليه من دين ثم أمر له بخمسة أضعاف الدين من ماله الخاص فقال له هذه إكراما لك ولسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج الرجل مسرعا إلى القاضي ليسدد دينه ويبر بوعده فلما دخل وجد القاضي ينتظره وبيده كيس فيه مال ويقول له أنا سأسدد الدين عنك وسأعطيك مثل الدين لأنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركتك وبسببك وقال لي إن أديت عن هذا الرجل أدينا عنك يوم القيامة وإذا بصاحب المال يدخل ويقول للقاضي لقد سامحته بالدين لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركته وبسببه وقال لي إن عفوت عنه عفى الله عنك يوم القيامة فخرج الرجل من عند القاضي والفرحة لا تسعه وأسرع إلى زوجته وأخبرها بما كان من أمره لقد كان يطلب من يسدد عنه الدين وها هو يعود إلى بيته ويحمل ستة أضعاف الدين وكل هذا إنما حدث ببركة وفضل الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون ترجمة نانسي قنع